أندرت وزارة التربية والتعليم خطيا مدرسة الشويفات الدولية بسبب تدريسها لمناهج وكتب إضافية غير مجازة من الوزارة ومخالفة لأحدى مواد قانون التربية والتعليم كما قررت الوزارة سحب جميع نسخ تلك المناهج والكتب من أيدي الطلبة فورا وتسليمها للوزارة تحت طائلة المساءلة القانونية وأشرت إلى أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون التربية والتعليم المعمول به والتشريعات ذات العلاقة بما في ذلك إلغاء رخصة المدرسة إذا ما تكررت ذات المخالفة فيها وكان الناشطون تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا من صفحات مقرر دراسي باللغة الإنجليزية في مدارس الشويفات يعتبر أن الفلسطينيين إرهابيون في خضم مواجهتهم للاحتلال وفي ردها على ذلك أقرت إدارة مدارس الشويفات العالمية وفروعها بالأردن باحتواء طبعة ثالثة من كتاب اللغة الإنجليزية الإثرائي على إشارات تتضمن وصف الفلسطينيين بالإرهاب وهو الأمر الذي دفع المدرسة إلى سحب المقرر فورا حتى قبل تسليمه للطلاب على حد قولها